السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن كيف ننشأ سيرة ذاتية محترمة جدا شكلها انيق وجميل وبشكل مجاني وعن طريق الذكاء الصناعي. من ناحية التصميم سنستخدم موقعين جميلين جدا لانشاء السيفي لانا ستلاقي فيهم تيمبليتز او اصلا نماد جاهزة في مجرد انك انت ما تختار النمو جلي انت يعجبك وتبدأ تغير عليه. بينما سنستفيد من الذكاء الصناعي بانه يكتبنا سيفي قوية جدا بحتى نعطوه بعض المهارات اللي نعرفوها وايضا شهاداتنا المدرسية وشهاداتنا الجامعية الوظائف اللي اشتغلنا فيها وتخلي الباقي على الذكاء الصناعي. فكالعادة من غير ما اطوع عليكم خلينا نبدأ في شرح فيديو اليوم وتنسا جدعونا بشير ولايك ومتابعة ونبدأ الشرح. تمام نبدأ شرحنا اليوم واول شي طبعا هنبدأ بموقع كامفا موقع جميل جدا حتلاقي رابطة في اول اه تعليق او في وصف الفيديو. طبعا لما تكون في هذا الموقع فيه العديد العديد من الاشياء اللي يمكن تأديرها. زي مثلا دوكيمنتيشن بريزنتيشن سوشال ميديا وما ايه ذلك. حني حنركزوا على سيفي. حنبهت على سيفي. ونشوفوا التيمبليت اللي حيعطيهم مننا. اوكي وبعد هنختاروا واحد يكون مثلا احنا عجبنا. نفترض هذا. اوكي. هذا التيمبليت مثلا عجبنا. هنضغط على تيمبليت. زي ما انتم شايفين هنه هو يتكون ثلاث صفحات. انا شخصيا افضل انه هو يكون صفحتين. بس فهنلغي الصفحة الاخيرة. وتبدأ عنا الصفحتين بهذا الشكل. طبعا هي لو كانت صغيرة عليكه ممكن تتكبرها بهذا الشكل. هنه هيعطيك اسم الشخص. صورته هو ايميل. فهذه الاشياء سهلة. ممكن طبعا انت تغيرها على طول. تكتب انت اسمك. هنا مباشرة. وبعدها تبدأ في تغيير الصورة. تغيير لينكتين بروفايل خاص بك. ايميلك. الهاتف. ولو كان عندك موقع وايضا هني تكتب البوزيشن اللي انت تشتغل فيه. هذه معناها انه اشياء يعني عنك انت شخصيا. اوكي. فهو متكلم على نفسه. فانت هني رجب انك اتعرف عن نفسك بطريقة جميلة وبسيطة. فهتمشي لتشات جي بي تي. تفتح فيه اكاونت مجاني. لو عندك فيه اي اشكالية ممكن تمشي لبينك دوت كوم. وبعدها تضغط على التشات. هذا ايضا هيعطيك اكسس على التشات جي بي تي. فانت ممكن تقول انا كنت تكتب شوية تكي معلومات بسيطة على انتر. فتقول له متل بليز رايت مي اي كويك بايو. اوكي. يعني انا كنت تكتب شوية تكي معلومات بسيطة عني. تضغط على سنت وتعطي اقل من خمس ثواني وعلى طول هيعطيك النتيجة مباشرة. لو انت شايف انه طويل الكلام فانت ممكن تقول له. بليز سامرايز ان تو براكراف متلا. وهاني على طول زي ما انت شفت صغر هالك. فانت تنسخ هذه المعلومات ترجع الى كانفا وبعدها هني تتعدل او متلا تمسح بهذا الشكل. الان لو عندك مشلى في اللغة الانجليزية ممكن على فكرة تكلم تشات جي بي تي او البنك باللغة العربية. فتقول انا مصمم ديكورات مثلا بخبرة عشر سنوات. اكتب لي ملخص لاستخدمه في سيرتي في سيرتي الذاتية. اوكي. فانت لما تكتب له بالعربي حيرد عليك بالعربي. بعدها تقول لا ترجم للملخص للغة الانجليزية مثلا. نعم تقول لا ترجم لي فحيترجم لك يعني ملخصة اللي اكتبهو لك. وبحيث انك انت بعدها ممكن تنسخه وتلسقه على طول في كانفا. فالطريقة بسيطة وسهلة جدا. تنساش ايضا انك انت لو تستخدم في متصفح الاتج. اه ممكن تستخدم الاي اي مباشرة على سبيل المثال. فانت سوفتوير انجينير وبعدها عندك مثلا هذه النقطة نتكلم فيها عن تاريخك او انجازاتك. فاول ما انت تضلل اي كلام على طول حيطلع لك هذا الري رايت وتكوبايلوت. اي انك انت تعيد كتابتها عن طريق الكوبايلوت المدمج في متصفح الاتج. طبعا هنا ماجيك رايت اللي انت متشوفوا فيها. هذه من موقع كامفا نفسه. فلو انت مشترك في الخطة المدفوعة في كامفا ممكن تستخدم الماجيك رايت. ولكن النسخة المجانية. اللي حين استخدمها حاليا لا توجد بها هذه الميزة. تمام وهكذا. فانت تمشي اه الان اي شي تبي اضيفه هنا. اه على طول تمشي اتكلم زي ما قلت لكم او ال pink chat. وعلى طول تقول له ان انا اشتغلت في المكان الفلاني. يعني عندي خبرة في المهارة الفلانية وما الى ذلك. وهو حيساعدك انك انت تكتبها بشكل جميل هو منمق. بحيس انك انت تجي تحطها في اه كانفا. وبعدها. بعد ما تنتهي طبعا من كل شي. عبارة عن انك انت تضغط على الشير. وبعدها تضغط على داونلود. واكيد انك انت حتتنزلها على هيئة بي دي اف. والصفحتين الاثنين. تضغط على داونلود. ويكون شكل السي في الخاص بيك. بهذا الشكل. يعني جميل جدا بصراحة. كل ما عليك انك انت فقط يتعدل عليه على حسب خباراتك المهنية. الان لو ما لقيتش اي تمبليت. مثلا يعجبك في كانفا. فاني نصحك بهذا الموقع الجميل. اسمها انهان سي في. اوكي. اول ما تدخل عليها هيعطيك طبعا سبع ايام مجانية تستخدم فيهم كل القدرات الخاصة بهذا الموقع. وبعد سبع ايام حيكون عندك سي في واحدة بقد تتعدل فيها. فعلى حسب لو انت سي في واحدة ساداتك. فانت ممكن تستمر على هذا الموقع. اول شيء حياسك انت عندك مثلا سي في او لا. فلو كان عندك تنطل عليها. نفترح اني حنقوله لا. بعدها هالو الطول هيعطيك كل هذه الموجودة قدامك. طبعا هذي المجانية طبعا ممكن في اكتر منها لو انت اه ادفعت في النسخة المدفوعة. فلنفترض ان مثلا هذه عجبتنا. تضع على تنطل على تنبليت. لو ما عندكش دير سكيب. ولو ما عندكش اكيد طبعا ضروري ما انك انت تسجل في موقع لينكدين وتعبيه. فهنا هيعطيك التنبليت ويكون فاضي بهذا الشكل. هنا نفس الشي عندهم اي اي اسستنت ولكن اتوقع انك انت يجب انك نتسجل فيه وتدفع. فحاول انك انت تستعين بشات جي بي تي او البينك تشات. بحيث انك انت تحط كل المعلومات هنا بطريقة جميلة وانيقة عن طريق الاي اي. ليعجبني فهذا موقعنا كرياتيف يعني كفي حالاتك جميلة ممكن تتعدلها بهذا الشكل. فيه تنبليتس ايضا جميلة. ففيه بصراحة اشياء حلوة ربما مش هتلقاها في الكانفة. ولكن على حسب انت اجرب الاثنين واشوف الاحسن بالنسبة لي. وكان هذا كل شيء بالنسبة الفيديو. اتمنى يكون عجبك واستفت منه. لو عندك اي اسئلة او استفسارات اتركها تحت. شكرا جزيلا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.